اشتركوا في القناة تنتظر 93 سلعة محددة بشكل تدريجي ويبدأ تطبيقه في الربع الثاني من هذا العام الجاري أرحب بالأساس سليمان عساف مستشار اقتصادي الحديث عن هذا الموضوع أهلا بكم معنا أهلا وسهلا بكم سليمان أيضا أرحب الدكتور أسامة معين خبير اقتصادي ومستشار استثماري ينضم إلينا من المنامة أرحب بكم معنا مشاهدنا الكرام ننتقل لمتابعة التقرير التالي ثم نستهل حوالنا تنتظر 93 سلعة محددة تطبيق الضريبة الانتقائية في دول مجلس التعاون بشكل تدريجي بدءا من الربع الثاني من العام لتشمل كافة دول المجلس مطلع العام المقبل وتشمل الضريبة الانتقائية التبغ ومشتقاته بنسبة 100% وجميع المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة بنسبة 100% فيما سيتم تحصيل قيمة الضريبة من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرحه في الأسواق كما ستشمل الضريبة الخليجية الكماليات والسيارات الفارهة التي يتعدى سعرها 26 ألف دولار فيما سيترك الخيار لكل دولة خليجية في تحديد الضريبة الخاصة بالسلع المستوردة إليها ومن المقرر أن يتم تطبيق الضريبة بعد المصادفة على الاتفاقية الخاصة بها والإعلان الرسمي عنها وأصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية ومن المتوقع أن يتزامن تطبيق الضريبة مع تأهيل القطاع الخاص وتوعية المجتمع بها ووضع علامة سعر الضريبة على المتجات المستوردة والمصنعة أرحبكم مجدداً مشاهدينا الكرام وأرحب ضيفي في هذه الحلقة خاصة في الملف الأول السادة إسلامان نستهل الحوار معك تم اختيار ما يقارب 90-93 سلعة لتطبيق الضريبة عليها في البداية لماذا الآن تتفق دول خليج على تطبيق أو على فرض ضريبة انتقائية على بعض السلع الكمالية؟ طبعاً في البداية الضريبة على السلع الانتقائية هي مختلفة عن أنواع مختلفة من الضرائب عادة تفرض هذا النوع من الضرائب على سلع تكون مضرة بالصحة أو أنها تكون ذات أسعار مرتفعة كمالية أكسسوارات وليست أشياء أساسية من الإمكان استغناء عنها وعادة تسبب لها أضرار اقتصادية غير مباشرة مثلاً من الأشياء السلع المثلاً التبغ له أضرار عديدة على المجتمع وعلى الصحة وعلى البلد وعلى المصارف الميزانية العامة هناك سلع استهلاكية المرتفعة سلع رفاهية تؤذي ذوي الطبق المحدودة يحاول أن يلحق الركب بهؤلاء الذين يشترون أسعار غالية جداً فيقوم بالصرف يحرم نفسه من أساسيات من أجل الكماليات وهذا مضر عليه فدول الخليج من فترة وهي تسعى إلى تطبيق هذه الضرائب عليها من ناحية أنها وجدت الأضرار من هذه المشروبات الطاقة أو التبغ وتوابعه بازدياد سواء على الصحة أو على المال العام فمن الهدف من الحد منه قامت بفرض هذا النوع من الضريبة الأمر الآخر أنه حتى على الأول كانت طبعاً مداخيل هذه الضرائب ليست كبيرة جداً ومفيدة للموازنة ولكنها تقلل من ناحية مصاريف التي تدفعها الدولة من أجل تغطية تكاليف دكتور أسامة أرحب بك معنا مجدداً اتفق الدول الخليج على فرض هذه الضريبة الانتقائية على عدد من السلع التي تعتبر مضرة بالصحة مثلاً أو التي تعتبر غير أساسية بإمكان المستهلك الاستغناء عنها أو استبدالها بسلع أخرى قد لا تكون مضرة بنفس الشكل برأيك لماذا سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية الآن في هذه المرحلة بالذات؟ طبعاً في عندنا نوعين من الدعم الحكومي مثلاً الدعم الحكومي تدعم كل دول مجلس تعاون تقريباً السلع الأساسية التي هي أساسية بالنسبة للإستهلاك للشعب الرز أو الطحين الدقيق واللحوم وغيرها تدعمها منذ زمن طويل ولكن أيضاً هناك بعض السلع التي لا يجب أن تدعم الحكومة ولا يجب أن يكون لها أي علاقة بهذا الدعم وهي السلع التي يعتقد أنها مدمرة للصحة أو كمالية أكثر من اللازم وغيرها فهذه طبعاً يجب أن يكون هناك فرض لضرائب أعلى حتى تتمكن الحكومة من أن تكون لديها القدرة على دعم السلع الأساسية أصلاً والآن دول مجلس تعاون في سبيلها أيضاً إلى التخلي عن بعض هذا الدعم الذي هو موجود منذ سلين طويلة ولكن من ناحية أخرى فهذه المواد الاستهلاكية يجب أن يحدد لها قواعد وانضباطات معينة بأن لا يكون استهلاكها بشكل كبير جداً وهامش الربح عليها بهذا الشكل فيجب أن يكون هناك استفادة لأقتصاديات هذه الدول من خلال هذه السلع وهذا آوانه الآن في هذه الأوضاع الاقتصادية التي نحن وعادة ترتيب البيت الداخلي اقتصادياً في دول مجلس تعاون الآن أعتقد أنه هو وقت مناسب جداً لرفع الضرائب أو رفع قيمة الضريبة على هذه السلع الاستهلاكية والتي يمكن الحد منها أعتقد أن هناك الكثير من البيوت في دول مجلس تعاون تتخلى الآن عن شرب هذه المياه المعدنية الغازية بالإضافة إلى مشروبات الطاقة لما لها من أضرار بالإضافة إلى كل هذه الاتجاهات للتخلي عن التدخين بمضاره المتعددة فيجب أن يكون هناك وضع ضوابط معين لا يمكن للدولة أو للحكومة أن تمنع هذه الأشياء من التداول لأنها أشياء عادية جداً ولكن من ناحية أخرى يجب أن يكون لها ضوابط ويجب أن تدعم الاقتصاد من ناحية الأخرى أستاذ سليمان ما مدى فعالية هذه الضرائب على أرض الواقع في المجتمع نتحدث عن فعالية اجتماعية من يستهلك الدخان بشكل كبير أو التبغ أو قد لا يستغني عنه ولو ارتفع السعره مهما كان في الدول الأوروبية التي رفعت أسعار التبغ بشكل كبير وبأسعار جداً مرتفعة هل شهدت بالفعل انخفاض في استهلاك التبغ من المواطنين؟ طبعاً هذا الكلام غير صحيح لأن منظمة الصحة العالمية لديها إحصائيات عن أسعار عن مبيعات التبغ مثلاً في الدول التي قامت برفع أسعارها سواء عن طريق الضرائب أو عن طريق الرسوم نعم فحسب الإحصائيات التي لديهم أنه رفع السعر 10% يؤدي لانخفاض مشتريات التبغ يعني 4% من اللي يشترون التبغ يقومون بالامتناع عنه فهذه النسبة جيدة يعني إذا ارتفع 10% فما بالك في الدول الخليجية سترفع 100% رخص هذه السلعة يسهل على الأطفال وعلى ذوي الدخل المحدود جداً أنهم يقوم بشرائها ولكن عندما ترفع السعر فأنه يقل الاستهلاك مثلاً في دول أوروبا يصل علبة السقائر إلى حوالي 60 ريال مثلاً في الدنيمارك لدينا في دول الخليج حوالي 10 ريالات يعني هذا السعر يعتبر سهل جداً لأي إنسان أنه يستطيع يشتريه لكن لو رفعته مثلاً إلى 30-40 ريال فأنه سيعيد التفكير قبل أن يشتريه لأنه ليشتري هذا سيحرم أسرته من أمور أخرى فهذا الكلام غير دقيق جداً لأنه رفع الرسوم ستفيد عدة نواحي مثلاً ستقلل مشتريات الناس ستخفض استهلاكهم مما يعود عليهم بالفرد مثلاً على صحته يعود على أهله وعائلته لأنه دائماً حسب الإحصاءات أنه 40% من المدخنين يكونوا ورثوا هذا التدخين من آبائهم هذه النسبة ما هي سهلة جداً في العالم أكثر من مليار مدخن سنوياً يموت حوالي 6 مليون شخص منهم حوالي 500 ألف شخص مدخن سلبي يعني إنسان لا يدخن إنما يجالس ناس يدخن نعم هذا يلحق ضرر كثير بالاقتصاد وبالنفس وبالعائلة فعندما تقوم الدولة بفرض ضرائب سيعيد التفكير سواء بالتقليل باستهلاك الدخان أو بالامتناع عنه وحتى القادمين الجدد لهذا العالم التدخين قد لا يدخلوه ممتاز دكتور أسامة أيضاً من جهة بطريقة غير مباشرة هناك أرقام ومبالغ ضخمة تصريفها الدول والحكومات على العلاج وعلى الخدمات الطبية بسبب استهلاك التبغ بشكل عالي على سبيل المثال أيضاً هل من أرقام على المستوى الخليجي التي قد يتم تقليصها مع زيادة أسعار التبغ مع انخفاض الأمراض والتبعات الصحية الأخرى على المواطنين أعتقد أن التخفيف أو الحد من التدخين سيكون له أثار إيجابية طبعاً على المجتمع ككل من ناحية المدخنين المباشرين أو التدخين السلبي وغيرها وسيكون له بعض الأثر أيضاً على العملية الصحية أو على الصرف على العلاج في وزارات الصحة في مجلس تعاون ولكن ما أعتقد أن هذا سيكون بشكل كبير جداً إذا أخذنا هذا الجانب يعني لن يكون بأكثر من 5% أو كذا لأن التدخين لا أعتقد أن المجمل الشعب يدخن أنا عندي تعليق أيضاً على هذا الموضوع وفي مكانه أن طبعاً رفع النسبة إلى 100% تقريباً أنت أنظري إلى من المدخنين من أكثر الموجودين في دولنا من المدخنين العناصر هم الشباب الذين يتراوحون بين الثمانية عشر عاماً إلى الأربعين خمسة وأربعين عاماً وهؤلاء المعرضين للكثير من المضار الصحية بالإضافة إلى أيضاً شربهم للمياه الغازية بشكل كبير جداً منذ مرحلة الطفولة فإذا رفعنا هذا السعر فدخل الشباب الدخل الشهري لهم ضعيف ليس بدخل رجل تجاوز الخمسة وأربعين أو الأربعين عاماً فرفع الدخل طبعاً أو انخفاض الدخل في هذا المرحلة السنية بالإضافة إلى رفع التكلفة سيكون له أثر إيجابي جداً في الحد من التدخين بالنسبة لهذه المرحلة العمرية ولكن من ناحية أخرى إذا نظرنا إليها من ناحية الصحية فإنه طبعاً مجمل استهل أو ما يكون الصرف على العلاج في دول مجلس التعاون طبعاً يزيد عن الخمسة عشر إلى عشرين مليار دولار طبعاً ولكن يمثل منهم جزء بسيط جداً وأضار التدخين لأنه عندنا الكثير من المضار الأخرى من أشياء أخرى هي التي تسبب يعني مشكلتنا في المياه طبعاً مشكلات في البيئة مشكلات في أشياء أخرى كثيرة لا شك أن التدخين هو جزء من هذه المشكلات ويشكل حجم ولو مهما كان بالنسبة للعلاج في دول مجلس التعاون ولا تنسي أن العلاج بالنسبة للمواطنين في كل مجلس التعاون هو علاج مدعوم من الدولة وطبعاً سيكون له تأثير آخر على عملية الدعم أيضاً في المملكة أستاذ إسلامان في نفس السياق أيضاً الدولة تصرف المبالغ ضخمة على علاج الأمراض والمشاكل الصحية ناتجة عن استخدام التبغ مثلاً وغيرها من مشروبات الغازية وغيرها من هذه السلع التي تسمى بسلع الضارة كيف يمكن أيضاً لهذا الضريبة أن تخفف من هذا الجانب من التكلفة التي تدفعها الجهة الحكومية لخدمات طبية نتيجة لأمراض تنتج عن هذه السلع طبعاً سواء التبغ أو المشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية ترهق اقتصاديات العالم حيث أنها تكلف اقتصاديات العالم ما يقرب من 1300 مليار دولار منها حوالي 450 مليار دولار فقط للمستشفيات والعلاج والعياذ بالله أمراض السرطان وأمراض الرئى وأمراض أمراض عديدة جداً التنفس وخلافه طبعاً السعودية يكلفها تقريباً حوالي 5 مليار ريال علاج المدخنين في المستشفيات سنوياً سنوياً هذه أرقام يعني لأن المشكلة النواتج عن التدخين أمراض خطيرة جداً والأمراض الخطيرة مكلفة جداً في علاجها تكلف تقريباً حوالي مليون أو مليون ونص لعلاج الشخص الواحد وهي مبالغ ضخمة جداً المشكلة أنها لها نواتج أخرى يعني تلحق الضرر بالصحة تجعل الدولة بدل أن تصرف هذه المليارات في جهات مثلاً كتطعيم وتوعية وتصرفها على الحفاظ على الصحة إطالة أعمار الناس متوسط أعمار الشباب والمواطنين وترهق كاهل الأطباء وتصرفهم تبذل جهداً جزء من جهدهم يصرف من أجل من أجل علاج هؤلاء المدخنين فلو تخلصنا على الأقل بالنسبة ولو 30% أو 40% من هذه التكلفة وهذا الجهد ووجه لأمر آخر سيكون مفيداً جداً طبعاً الآن التوعية زادت الناس بدأوا يعرفون زمن مثلاً قبل 50 أو 60 سنة ما كان هناك وعي بمخاطر التدخين الآن هناك وعي ولكن المشكلة أن الوعي بمخاطر التدخين لا يأتي إلا في سن متأخرة 30-40-50 الذي يدخل في علم التدخين من 15 سنة لا يعني له هذا الأمر لأنه لا يرى كما يقال ما تحت الجليد ما يرى المشاكل والأمراض التي تنتج ولكن بعد ما يقع فيه يبدأ يتعلم من سواء من بداية أمراضه أو من الناس الذي يراهم حاوله يعني يحمي الله الجميع من الأمراض السرطان والأمراض الأخرى فلابد من زيادة التوعية توجيه جزء منه لحماية المجتمع من أجل الصلاح العام إن شاء الله صحيح حتى أيضا نتحدث عن السلع التي تسبب السمنة السلع السكرية وزيادة استهلاكها أيضا والتي تنتج عنها أمراض نتحدث هنا عن الأطفال مثلا واستهلاك هذه السلع السكرية التي تؤدي إلى السمنة وإلى السكرية نعم مرض السكر في السعودية من أعلى النسب في العالم يعني السعودين اللي لديهم استعدادا أن يصاب مرض السكر يتجاوز 30% من الشعب ونحن نمثل تقريبا الدولة الثالثة في العالم بنسبة عدد مرض السكر كلها من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ولو رأوا كمية السكر اللي يتناولون بهذه الطريقة سيفجعون يعني أنا شفت برنامج تاوعوي فيه لقطة عن علبة مشروب غازي يتناول الإنسان نسبة السكر وضعوه الواحد يتخيل أنه يأكل هذه الـ 14 و 15 قطع الموجودة فيه كيف سيكون حاله ألا لا يقبلها صحيح ما أتوجه نحو أيضا عدم الحركة وعدم القيام بنشاطات أخرى طيب أستاذ أسامة ننتقل إلى موضوع آخر أيضا فيتم فرض ضريبة انتقائية على مثلا السيارات الفارهة التي يتعدى سعرها مبالغ تم تحديدها أيضا هنا الضريبة الانتقائية عندما يتم فرضها على سلعة هي ليست سلعة غذائية ولكن سلعة استهلاكية ألن تؤدي بشكل أو بآخر إلى انخفاض الطلب على هذه السلعة وإلى ركود في هذه القطاعات التي قد تكون حيوية أيضا وتسرع من الدولة الاقتصادية في أي دولة مثلا لنتكلم عن السيارات السيارات الفارهة والتي تجاوز سعرها مثلا 30 إلى 35 ألف دولار للسيارة الواحدة هناك نوعية معينة من الأشخاص هي التي تشتري لتيها دخل معين وتشتري هذه السيارة طبعا النوعية هذه هي من يزيد دخلها عن فئة معينة أخرى تشتري سيارات أرخاص ولكن لنبدأ من الأقل إلى الأعلى النسبة المتوسطة في الدخل الأعلى هي التي يمكنها شراء هذه السيارات بسهولة هذه السيارات من يشتريها إما يشتريها بالتقصيد أو يدفع ثمنها كاش لأنه لا يحتاج إلى التقصيد وهذه أيضا أشخاص معينين إذا نظرنا إلى نسبة هذه السيارات إلى نسب السيارات عامة في دولنا سنجد أنها لا تزيد عن 20% من السيارات المستعملة إلى 25% من السيارات المستعملة لأن لو نظرنا إلى السيارات الأخرى التي هي منتجة بشكل مبسط أو أفوردبل يعني ممكن الجميع يشتريها هي تمثل أكثر من 75% من السيارات التي تجدينها في الشوارع إذن هي لها نوعية معينة التي تتحمل شراء هذه السيارات يمكن أن تتناقص هذه بنسبة معينة لأن في بعض الأشخاص يحبون أن يكون هذه السلعة لديهم أو وسيلة نقل أو وسيلة أخرى لكن يدفع ثمنها بالتقصيد هذا سيتأثر بشكل معين إذن من يتأثر من المجتمع بزيارة سعر هذه السيارات لن يزيد عن أكثر من 15% من مشتري السيارات وهذه نسبة لا تضر أحدا أبدا طبعا نحن نعرف أن أكثر من 70% من السكان دول مجلس تعاون 70% منهم هم من فئة الشباب وفئة الشباب عادة ينظرون إلى السيارات كسلعة توصلهم إلى العمل وإلى كذا فلن تكون السيارة بهذا الشكل المرتفع إلا أن يصل إلى سن معينة بإمكانه شراء هذه السيارة بهذا السعر وسيتأثر فقط ما لا يزيد عن 15% ولكن هذا التأثير سيكون له أثر إيجابي من ناحية أخرى على اقتصادياتنا لأن هذه السيارات سيكون في الضريبة المفروضة عليها طبعا دخل أفضل إلى الدولة مما كان عليه الآن وهذا حق طبعا موجود ولن يتأثر فيه الأغلبية العظمى من الناس أول من المستهلكين لهذا النوع من السلع وأيضا أعقب على الموضوع المياه الغازية كل علبة مياه غازية تحتوي على 12 ملعقة من السكر تخيلي الضرر الذي يلحقه الإنسان بنفسه عندما يشرب هذه السلعة فأيضا سيكون هناك ضرائب أيضا لم نذكرها على السكر نفسه لأن السكر هو واحد من السلع الكمالية والتي يجب الحد من استهلاكها بشكل مميز كما السيارات أيضا ممتاز أستاذ سليمان انتقلنا إلى موضوع آخر ولكن مرتبط بضريبة الانتقائية ما الفرق بين الضريبة الانتقائية والضريبة على القيمة المضافة طبعا الضريبة على القيمة المضافة تفرض على جميع السلع ما عدا السلع الأساسية يعني السلع تستثنى تقريبا حوالي 150 سلعها ضمنها الأرز والطحين نعم الأرز والطحين والزيت مثلا الأشياء وحليب الأطفال والأدوية الأشياء الأساسية التي لا يستغني عنها الإنسان تستثنى تفرض على كل المنتجات الفرق دائما ضريبة القيمة المضافة تكون بسيطة جدا يعني لا تتجاوز 10 إلى 15 بالمئة في الدول طبعا في الخليج حدود 5 بالمئة ستكون وتفرض تأخذ من البعع بطريقة تراكمية يعني المواد الخام كل عملية تضاف لها مثلا كل عملية إضافة لها في الصناعة تفرض هذه الخمسة بالمئة بطريقة حتى تكون المجموعة النهائية تصل للمستهلك بخمسة بالمئة بدون أن يلحظ وهي ضريبة غير مباشرة بالنسبة للضريبة القيمة الضريبة الانتقائية تفرض على السلع إما تكون مضرة بالصحة أو سلع رفاهية وغالبا هذه السلع تكون تلحق ضرر سواء بالاقتصاد أو بالصحة العامة هذا الفرق بين هذه الضريبة نعم دكتور أسامة أعود إليك فيما يخص للقيمة الانتقائية أيضا هناك يعني تترك أو يترك الخيار لكل دولة خليجية على حدن في تحديد الضريبة الخاصة بالسلع المستوردة ما يعني ذلك على أرض الواقع يفرض كما قلت لكل دولة خليجية أن يكون لها رأي في كل سلعة أعتقد أن يمكن قرأناها بشكل مختلف ولكن الضريبة الانتقائية ستفرض بنفس الكمية أو الكيفية على دول بجزة دعاون ولكن في بعض الدول تفرض على هذه السلعة الرفاهية أو الكمالية الكمالية الضارة بعض الضرائب أو الرسوم والتي تختلف من دولة إلى أخرى الآن لكي تتناسب هذه الرسوم أو الضريبة بين كل الدول تماما فسيكون هناك طبعا ارتفاع بنسب مختلفة ومتفاوتة بين كل دولة إلى الأخرى حتى تتساوى هذه الضريبة وتصبح بمحدة بين دول مجلس التعاون طيب أستاذ سليمان أيضا فيما يخص الخيار لكل دولة لتحديد ضريبة على السلع المستوردة ما المقصود بذلك تحديدا؟ طبعا بالنسبة لهذا الأمر لا يكون هناك ضريبة محددة كما تم الاتفاق مثلا التبغ 100% مشروبات الطاقة 100% والمشروبات الغازية 50% كل دولة لها ظروفة التي تحكمها نظرتها لسلع حجم استهلاكهم هذه تترك لكل دولة قد تفرض دولة مثلا 15% قد تفرض دولة ثانية 20% على حسب حاجتها مثلا الفوائد التي ستعود عليها سواء مادية أو رغبتها في التقليص هذا الأمر يكون فيه مرونة يعني السلع المضرة ثابتة فيها محددة أما السلع الأخرى الرفاهية هي تكون خاضعة لكل دولة وظروفها سواء ظروفها الاقتصادية أو الاجتماعية التي تحكمها وتحديدها لنظرة الناس لدرجة الرفاهية المطلوبة أود أسألك عن ما طرحته قبل قليل مع دكتور أسامة فيما يخص مثلا السيارات والسلع الكمالية والتي هي غير مضرة بالصحة بشكل مباشر وإنما تفرض ضريبة انتقائية عليها ألا تؤثر سلبا على هذا القطاع بشكل نعام لنفترض على السيارات مثلا على الطلب على هذه السيارات مع اتفاع سعرها طبعا بالنسبة للسلع الرفاهية سواء في الأزياء أو حتى في الاكسسوارات أو حتى في السيارات هناك نوعين من البشر من يشتريها من يشتريها وهو قادر يبحث عن هذه السلعة ويريد أن يشتريها لا يعني سعرها فهؤلاء لن ينظروا كثيرا ولا يعنيهم كثيرا أنه تزيد 15 أو 20 بالمئة الذي سيمتنع عنها هو ذوي الدخل المحدود اللي يلحقون بركب الرفاهية والموضة والموديلات فعندما تزيد 20 أو 25 بالمئة سيعيدون النظر في هذا الأمر خصوصا أنه بعض العالم مثلا هدام الله يقوم بشراء هذه السلعة يرهق كاهل العائلة أو مصاريفه من أجل فقط الظهور ومن أجل المنظر فعندما يقوم بشراء مثل هذه الأدوات وهذه الأمور فإنه يلحق الضرر مثلا يمتنع عن تعليم يمتنع عن غذاء يمتنع عن دواء يحرم نفسه من أساسيات لكن عندما ترفع هذا السعر فإنه سيعيد النظر فيها طبعا هي ليست مضرة بالصحة ولكنها مضرة بالاقتصاد لذوي الدخل المحدود هي غالبا وتوفر أموال للدولة نعم أساذة أسامة على المدى المتوسط والمدى البعيد يرجى من هذه الضرائب أن تعيد بلورات أو تعيد رسم السلوك الاستهلاكي لكل أسرة على حدا إلى أي مدى بالفعل سوف تحقق هذه الضريبة أهدافها على المدى المتوسط بما يخص السلوك الاستهلاكي لدى المواطن أعتقد أنه سيكون لها طبعا أثر على استهلاك المواطن أو استهلاك الأسري بالإضافة إلى أنه سيكون لها أيضا أثر على التجار نفسهم بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمستهلك نفسه فسيعيد أيضا النظر في طريقة استهلاكه لهذه المواد والتي ستؤثر أيضا ستكون لها تأثير سلبي جدا على بيزانية المواطن بالنسبة للعائلة إذا كان قد تمسك بنفس النسبة من هذه المواد في الشراء طبعا سيقوم بالحد من شراءه لهذه المواد بشكل مميز جدا وبشكل كبير حتى يتمكن أيضا من أن يفي بإلتزاماته الأخرى ولكن من ناحية أخرى لم نتطرق إلى هذا الموضوع بالنسبة للتجار التجار أنفسهم والذين يبيعون السلع الكمالية والتي سعرها سيفرض طبعا عليه رسوم أعلى منها إلى الآن وسيحد أيضا من البيع فيجب أن ينظر الآن بشكل مميز هذا التاجر أو هذا الوكيل للسيارات الفارهة مثلا أو الملابس الفارهة إلى أن يكون له أيضا منفذ آخر للبيع بالنسبة لبتوسطي الدخل أو أقل من ذلك لأنه سيكون طبعا هناك تأثير سلبي عليه بالنسبة لشراء هذه السيارات أو السلع الفارهة وهذا أيضا سيكون له أثر على اقتصاديات العائلة بالنسبة للمواطن العادي الآن أعتقد أنه كنا في وقت سابق ننظر إلى هذه السلع أو ننظر إلى الاقتصادنا بشكل رفاهي أكثر من اللازم كنا في مجتمعنا نتمتع بالكثير من الرفاهية في الشراء والبيع وغيره الاقتصاديات والحمد لله لكن ولكن بنزول أسعار النافط واتي وأيضا الخطط لدول مجلس التعاون للتوجه إلى الاعتماد أقل بما هو عليه بالنسبة للعائدات من النطف يجب أن ننظر أيضا إلى إعادة جدولة ميزانياتنا من خلال هذا الشيء من خلال الأسرة إلى المؤسسة إلى البنك إلى المؤكيل المستورد والمصدر هذا كله سيوعاد النظر فيه بشكل مختلف جدا عما هو عليه الآن لأن السلع هذه ستكون لها تأثير كبير جدا على الدخل الأسري وسيحد من الصرف عليها بشكل كبير جدا وكما قلت لك السلع الأساسية والتي هي طبعا تدعم من الدولة ويكون الدولة طبعا تنظر إليها بشكل مباشر هذه سيكون في أثر إيجابي كبير على أسعارها وعلى دعمها إذا نظرنا إليها من ناحية أخرى وهذا أثر إيجابي آخر بالنسبة للعائلة أو المستهلك الخليجي أستاذ سليمان سؤال أخير حول ما ترحه دكتور أسامة فيما يخص التجار كيف يتأثر تجار بفرد الضريبة الانتقائية على سلعهم طبعا سيكون هناك أثرين أثر الأول أن مبيعاتهم ستقل وأرباحهم ستقل مبيعاتهم ستقل لأن هناك الناس سيغيرون ثقافتهم الاستهلاكية سواء بالامتناع أو تغيير النوع أو حتى التقليل من الاستهلاك هذا بالنسبة لمبيعاتهم نسبة المبيعات بالنسبة للأرباح سيضطرون إلى تخفيض المارجن أو الحدود التي سيربحون بها مثلا لو فرض الضريبة 100% لا يستطيع أن يرفع سعرها 100% لأنه سيؤدي إلى هروب كثير من الناس من المنتج أو حتى بتعادعا فمن أجل أن يحافظ على المستهلكين أو يكسب الناس جدد سيقوم بتخفيض المارجن أو الحدود الأرباح الضغط عليها من أجل تقليل الخسائر شكرا لك أسامة سامة العساف مستشار اقتصادي أشكرت وجدك معنا في حلقة اليوم ودكتور أسامة معين خبير اقتصادي ومستشار استثماري كنت معنا من المنامة شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام هذا كان ملفنا الأول تحدثنا فيه عن تطبيق فرض الضريبة الانتقائية على عدد من السلع الضارة بالصحة وسلع أخرى السهلكية غير أساسية ننتقل إلى ملفنا ثاني لهذا اليوم نتحدث فيه عن أمن المعلومات عن الهجمات الإلكترونية عن حتى الجرائم الإلكترونية بشكل عام نطرح هذا الموضوع بكل تفاصيله بعد أن نتابع معنا التقرير التالي يعتبر أمن المعلومات من الأمور بالغة لأهمية على المستوى الوطني والعالمي وجزءا من الأمن القومي للمملكة حيث فرضت الهجمات الأخيرة على المملكة الحاجة الملحة لإنشاء جهة مركزية لوضع خطة وطنية لتقنية وأمن المعلومات تعنى بتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وإعداد سياسات موحدة وفرض تطبيقها وكذلك إعداد خطة طوارئ ورفع التوعية بأمن المعلومات وتفعيل قرارات مجلس الوزراء التي تنص على اقتصار التوظيف على السعوديين في أمن المعلومات وقرار اقتصار استضافة مواقع الجهات الحكومية من الجهة نفسها وقد احتلت أبحاث ودراسات أمن المعلومات مساحة واسعة من بين أبحاث تقنية المعلومات المتنوعة بما فيها تحليل المخاطر الأمنية والذي يستخدم لفهم مستوى الخطر الذي من الممكن أن يهدد أمن المعلومات والذي يعد من المكونات الهامة جدا لأي عمل يتعلق بأمن المعلومات كقضية تؤرق مختلف الجهات خاصة التي تمتلك بنية معلوماتية واسعة تجعل مواجهة تهديدات أمن المعلومات تتسم بالاتساع والشمول وعمق التأثير وتعدد مصادر الهجوم وأمام ذلك تتعزز الحاجة إلى تطوير جهود البحث العلمي في مجال أمن المعلومات لدعم المصالح الوطنية من خلال بناء القدرات ونقل وتوطين التقنيات التي يمكن استخدامها بشكل آمن لحماية البيانات وتحقيق أمن المعلومات والتعرف على أساسيات القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ضمن إطار قانوني يوضح العقوبات والتهديدات التي تتعرض لها المعلومات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بسم الله الرحيم الهجمات الإلكترونية هي زي ما نقول ممكن الشخص يطلع من بيته ويسيبه الباب مفتوح ممكن الشخص ما يسيب بابه مفتوح ممكن أحد يحط له حاجز معين يمنع أن الباب يتقفل فهو يتوقع أن الباب يتقفل نفس الشيء هيتم تقنيا ممكن أنا أرسل لك صفحة معينة أو برنامج معين البرنامج هذا بيسمح لي بالدخول على جهازك عن طريقة أو التحكم فيه عن بعد أنت ممكن تفتح جهازك أنا بنزل لك ملف إيميل معين أو رسالة معينة أو صفحة عليها برمجة معينة أنت تخش الصفحة ستكون الصفحة بالنسبة لك طبيعية جدا لا الصفحة فيها أمور خارجية شغالة في الخفاء أنت تكون بابضا نسيب الجهاز تبعه شغال أنا بعد كده أكمل السهرة على الجهاز بأخش عليه بأسحب كل الملفات اللي أبغاها إذا حاب بعد ما أخلص أقوم بعملية تخريب بحيث أنه أمسح كل شيء في الجهاز بحيث أنك ما تقدر تسترجع إذا مثلا جهازك في معلومات أمنية أو أي حاجة ومتبط بأي جهة أمنية جهازك أو جهة خاصة تابعة الأنظمة الأمنية وحابة تخش تشوف إيش اللي حصل في الجهاز لا أنا بعد ما أخلص أترف المعلومات وأمشي حتى وجدت الشركة بتخش بتفتش ما حتلاقي أي حاجة إلى مواطن أو إلى أي إنسان عادي يتصفح الإيميل أو البريد الإلكتروني وهناك ما نخترق هذا البريد الإلكتروني على مستوى الشخصي قد يكون الأمر بغاية الصعوبة بأن يغير في هذه الملفات أو يخرب فيها كما أشرت ماذا إذن على صعيد أجهزة حكومية لنفترض بأن يتم قرصنة هذه المعلومات أو استعمالها بشكل أو بآخر هو الوضع عادة في الأشياء الخجمات الشخصية يكون عادة هدف منها الإبتزاز أو الحصول على معلومات أو الحصول على نقد استرقت معلومات بنكية ويقدر الشخص بس لما تتكلم على الشركات على قطاعات حكومية عادة تكون عملية إجرامية عملية تخريبية تموس البلد أو تموس الشركة هذه زي ما حصل عندنا شركة أرامكو السعودية 30 ألف جهاز تم اختراقها قبل تقريباً أربع سنين بدأت هجمات إلكترونية على السعودية تقريباً من شهر نوفمبر الماضي دخلت على أحد الأمانات وعطت أجهزة عندها المدة شهر كامل دخلت على قطاع النقل بصفة عامة وقمت بعدة عملية تخريبية في الوزارات هذه المفترض أن الجهاز تنتبه من نوفمبر إلى الآن إلى أن حصلت تقريباً أسبوع الماضي وبدأ الهجوم الأكبر على تقريباً 11 قطاع حكومي أمنياً كيف يمكن حماية هذه الأنظمة الإلكترونية لجهات حكومية بغاية الخطورة أو بغاية الدقة نتحدثنا عن أمور أمنية أمور اجتماعية أمور اقتصادية كيف تحمي هذه الشركة أو هذا الجهاز الحكومي كيف يحمي أنظمة الإلكترونية؟ هو بالفعل إحنا لو نلاحظ الفترة الأخيرة على مستوى العالم أغلب المواقع الحكومية التي يتم الهجوم عليها أو يتم اختراقها في المنطقة حقاً أغلب الاختراقات تكون شخصية لكن عندنا في منطقتنا أغلباً قطاعات حكومية عندنا مشكلة في أغلب أنظمة تقنية المعلومات أقسام تقنية المعلومات ما يوكب التطوير ما يوكب التحديث يعني أغلب الاختراقات سببها عدم التحديث أغلب الاختراقات سببها استخدام ملفات مشبوهة أن الشخص يسمح في شركات الآن لا بعد ما حصلت الهجمات الإلكترونية هذه راح تمنعت مثلاً وحدة التخزين الخارجية وسط الـ USB زي ما نسميها إحنا أما نعتها هذا المفترض أن أغلب الشركات تقنية أن هذا الجهاز الخاص بالمنشأة ليس جهاز شخصي في شركات تقول لك لا إذا أنت عندك وحدة USB فيها معلومات معينة تروح للقسم تغيط المعلومات هي التي تحول لك المعلومات على جهازك تغيط المعلومات عندنا تحتاج مراجعة كثيرة في عدة قطاعات في اختراقات أمنية في اختبارات كثيرة تعمل على عدة جهات بالفعل أنظمة الأمنية عندهم ما هي على المستوى المطلوب الآن بعد الهجمات الأخيرة التي حدثت تتوقع بأن تكون الأجزاء أو حتى الشركات اتخذت أمور أنظمة أو لتفادي هذه الهجمات التي تحصل في مراحل قادمة والله هو كان المفترض يحصل من الهجوم الأول الذي حصل عام 2012 بعد كذا حصل على هجوم على تقريبا 13 أو 30 موقع حكومي بعد كذا حصل على عدة مواقع تخص شؤون البلدية بعد كذا فبالفعل اللي قاعد نشوفه أنه ما فيه أي اهتمام في الموضوع هذا وبالفعل هي هذه الحربة الآن حربة الإلكترونية أنت ممكن تصيب أي منشأة بالشلل إذا قدرت تتحكم في الشبكة الخاصة فيها قدرت تخش في الشبكة تعطل منظمتهم ممكن مرت علي مرة أو مرتين أنه كان الهدف مادي سمعنا عنها من بعض الشركات من بعض التعاملنا معهم أنه كان الهدف عندنا هدف مادي أنه فيه شركة دخلت شفرت المعلومات الرئيسية غيرت الكلمات المرور وطلبت منهم نفتح لكم الكلمات عطونا حسابات معينة مبارغ معينة على حسابات في دول معينة حنفتح لكم مئة بس الأغلب كان عمليات تخريب بحتها بالإمكان معرفة أي جهة هي من قام بهذا المجوم الإلكتروني أم من الصعب هو ممكن بس ليس مئة في المئة عادة الحجمات اللي زي كده بتكون بعدة الطرق عادة الشخص بيقوم بالعمليات الحجومية هذه عن طريق أجهزة تكون خارج النطاق الجغرافي تابعهم يكون الشخص قاعد في منطقة معينة ومشتري أجهزة في مناطق معينة ثانية غير النطاق الجغرافي تابعه هي تقوم بالمهام هذه وشيء هذا ممكن هل في المملكة هناك مراكز دراسات لتحصين الأنظمة الإلكترونية مثلا لمتابعة أي جديد أي تحديث يكون يطبق عالميا لتطبيقه في أيضا المملكة حسب ما هو معروف أن المركز الأول عندنا في السعودية هو تابع وزارة الداخلية فأما المعلومات عندهم مركز متطور جدا ومتابع جدا وحتى الهجمات الإلكترونية الأخيرة ما تأثرت فيهم نحن عندنا عدة وزارات لما نجدها هجمات الإلكترونية طلعوا تكلموا إحنا مواقعنا محمية إحنا مواقعنا ما عندها مشكلة بس في المقابل الوزارات أصلا طفت الأنظمة الخاصة فيها فلا إحنا ما نقدر نحكم إحنا نحتاج بالفعل أقسام تقنية معلومات تهتم بالتطوير يكون فيه استشاري غير قسم تقنية المعلومات يكون فيه استشاري تقني أمني هو اللي يحلل النظام لأنه أغلبهم أنكت واجهناهم أن يجيب شركة معينة شركة A شركة B تبيع أنظمة خاصة بالحماية وبيجي بقول لك أن النظام سيعمل 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 طب أوك شكرا إيش تبتل أن النظامك سيعمل الشيء هذا فلازم يكون فيه شركة لما لا يكون من وضع هذا النظام الحمائي هو من نفسه من يخترق هذا النظام وكل حصير بكذا نعم أنه هم اللي يعمل الأشياء هذه عشان يثبت لك أن النظام مخترق أو غير مخترق فالموضع لازم يكون فيه استشاريين أمنيين مختصين بالمجالات هذه نعم طيب أيضا هناك عدد من الإجراءات يمكن إتخاذها ما هي هذه الإجراءات مثلا الهم الإجراءات الشخص يكون أنا أتكلم عن المستوى الفرد وعلى الشركات نعم أول شيء يبتعد عن البرامج المنسوخة يعتمد دائما على النسخة الأصلية يستخدم دائما البرامج البرامج أنتفايروس يكون دائما على الجهاز ومحدثة أول بأول أي رابط يجي له أي إيميل بجرد أن يكون فيه أزمة معلوماتية وأزمة أمنية حصلة في البلد يتوقع الحذار أي إيميل يجي لك ليس كل إيميل يجي لك تفتحه وتخش عليه يعني أي إيميل على الطول إيميل مشكوك فأمره مشو عادة الشركات عندما تخاطب الشخص تخاطب بإسمه بالكامل يقول لك مثلا اضغط هنا ففيش صفحات مشابهة للصفحة يقول لك أمير البنك بيرسلك خش حدث بياناتك طيب مجرد محو هذه الرسالة تحمل جهاز من القرصنة مثلا أو الإيميل إذا لم تفتح الإيميل ولم تضغط على الرابط أنه تضغط على الرابط يحولك على الصفحة فيها الفيروس الذي يتحمل على الجهاز منك أنت ما دخلت على الصفحة أنت ما حتروح ونجي نطالع في الفيروس الأخير هو ضرب نظام تشغيل معين هو عادة أنظمة التشغيل الموجودة في البد عادة أن ثلاث أنظمة التشغيل اللي يسمونها الويندوز والماك واللاينكس كل الأجهزة اللي انضربت اللي يتستخدم نظام الويندوز اللي عادة أي واحد يستخدم نظام الليينكس أو ماك الفيروس هذا ما يأثر فيه ولا سيضره هذا للأفراد بالنسبة للشركات مجرد أن تأتينا هجمات مثل هذا نحن أول شيء نعمله نوقف جميع خدمات الـ USB الاتصال نحاول نلغي كل المراسلات الخارجية نحن زي منشأة حكومية عندها 70 فرح على المملكة أنت ما تقلق توقف الكوميليكيش ما تقلق توقف أنا أخلي الشبكة شغالة بطريقة بس بالمقابل لازم أطور الحماية لازم أحط شخص يراقب الأمية اللي قاعدة تسير في الشبكة زي ما في إدارة المرور شخص يقود يراقب الشوارع في الكاميرات لازم يفتغط المعلومات في شخص يراقب إيش قاعد يسير جوة الشبكة حقهم إيش العمليات في كل الشركة شخص متخصص بمراقبة هذه الأجهزة نعم طيب من أراد أن يتخصص في هذا المجال يعني مثلا أستاذ عادل أنت باحث في الأنظمة الأمنية وغيرها هذا التخصص موجود في الجامعات أين يدرس أين يتجه هذا الطالب الذي يريد أن يتخصص في الأنظمة الأمنية والإلكترونية لا هو الشخص عادة يدرس مجال معين يدرس هندسة شبكات يدرس كسم حاسبالي ويدرس برمجة بس بعد كده يبدأ يأخذ دورات متعددة للأسف أغلب الدورات تقام خارج البلد نعم تخش تدرس في تحليل الأمنية يسمونه الاختراق الأخلاقي في عدة دورات بحيث أنك تختبر الشبكة في عدة برامج تساعد الشخصات بحيث أنه يفهم كيف ألية الاختراق يفهم كيف الشخص المخترق يفكر الشخص المنجي داخل إيش البرمجات اللي بيستخدمها إيش المنافذ نعم لكن إذا أنت عشان أفهم أنه الشخص بشن بتخلي مع الشبكة حقي في منافذ معينة لازم تكون مغلقة في منافذ مقدرة أغلقها يعني مجرد إذا أغلقت هالشبكة حقي ما حصل معي شبكة في العالم معناها أنا أركز المراقبة والمتابعة على المنافذ هذه أشوف إيش قاعد يسير في الداخل والخارج منها هذا الأمر صعب يعني ليس بيصول نعم ليس بالأمر السحل صحيح طيب إذن لنفترض يعني أن هذه الجهات الحكومية التي تعرضت للقرصنة عن تعرضت لهجوم إلكتروني هل هو خلل مثلا من أحد الموظفين الذي وصلته هذه الرسالة لنفترض ولم يكن لديه الواعي الكافي بالرسائل التي لا يجب أن يقرأها والتي أم هي هو نظام كامل تم تعطيله من قبل المقرصنين لا أعطى المقرصن بيدخل المشكلة الخيرة اللي حصلت المقرصن بيدخلها لجهاز معين جهاز في الشبكة الفيروسات هذه عادة تدخل على الجهاز إذا نرى الفيروس هذا الشمون الأخير يدخل يدخل على الجهاز أي جهاز في أي محطة في أي محطاتك عندك 90 فرع يمكن أن يدخل في مدينة معينة ينزل الفيروس الفيروس لا يعمل حاجة يمكن أن يكون في جهازك ثلاثة أربعة شهر معامل حاجة وكل يستطيع أن ينسخ نفسه في الأجهزة في الشبكة ويستطيع أن يجمع المعلومات كل جهاز يدخل عليه يجمع معلوماته ويرسلها على الشخص المبرمج أن الجهاز في أولاني هذه معلوماته أنا نسخ من المعلومات أفلاني أخذها إلين ما ينفع على جميع الشبكة ويرسل يقول أنا الآن كل الأجهزة التي في الشبكة لدي 3000 جهاز أنا الآن موجود دخل 3000 جهاز طب أوكي مثلا يوم الخميس كما حصل في أحد الشركات يوم الخميس على نهاية الدوام الساعة خمسة أمسح كل شيء في الهردسكات يرفع إلى الساعة خمسة يتمسح كل شيء يأتي يوم الأحد الساعة خمسة بالكامل وقف هذا الفيروس الذكي نعم هذه هو الفيروسات كلها ذكية للأسف يعني طيب هل من قراصنا معروفين الهوية بإمكان استخدام ذكائهم بالمقابل لتصدي هذه الوجوهن هو في عدة قراص على المستوى العالم معروفين والحكومات تتعاون معهم وفي ناس عندهم شركات مختصة في الأنظمة الأمنية والحماية موجودين ومعروفين عالميا ما هي الأمور الأخرى أستاذ عادل التي تود أن أطرحها والتي لم نطرحها ربما لأن الموضوع الدقيق ويحتم يعني الكثير من الأول والله أنا أتمنى أن من كل القطاعات يهتموا بالأنظمة الأمنية نعم إحنا بعض القطاعات لما نتواصل معهم يعني كنت حصلت معنا أنه مثلا نختبر نظام معين ونلاقي فيه ثغرات أمنية نعم نبدأ نتواصل مع الإدارة قطاع هذا ترى عندكم مشكلة معينة في البداية يتم الإنكار ترى أنا ماني أنا لو أريد أخرب سيستمك سأخربه لا شيء أتكلم معك أنا جايك أتكلم معك أقول لك أنت عندك مشكلة عندك ثغرة أمنية في المكان الفلاني المشكلة أنه يتم التحرب منهم وبعد الإثبات لهم يعني عملنا أكثر من الاختبار في منشأة شركة وطنية كبيرة في المجال الطيران وصلنا معهم ترى عندكم المشكلة الأمنية الفلانية ممكن توقف المنظومة عندكم بالكامل وأرسلنا لهم الشيء هذا وأنكرهم وأثبتنا لهم بالإثبات داوموا يوم الجمعة عشان يحاولوا يشوفوا مشكلة وشرحنا لهم ترى اللي حاصل عندكم أمنيا هي هذه الخطوات اللي عندكم والثغرة عندكم في المكان الفلاني يجب يتم تعديلها وهذا مش عارفين طب وكشوك أنا أعطيك العافية وتكفى الموضوع طب بعد كده وتروح جيو وراحوا أنتم جبتم شركة ركبت لكم نظام بـ 10 أو 12 مليون جت لكم معلومة ومش من شخص مجهول من شخص تواصل معكم رسميا وتخاطب معكم رسميا ومشكلة عندكم كده بعد ما تخلصوا كمان جيبوا شركة جميعا تفعلوا كمان كم مليون عشان تخلصوا المشكلة هذه هناك في المملكة شركات تدرس هذه الأنظمة الأمنية الحماية في شركات متخصفة أنظمة محتاجة أعمل فحص محتاجة أتأكد محتاجة أشوف زي ما يسموس هذه الجودة في المنتاج هذه الجودة هناك جودة خاصة بأنظمة تنقة المعلومات أستاذ القرصنة عادة تتم فقط على الأجهزة الإلكترونية مثلا الكمبيوتر أو هذه الأجهزة الثابتة أم الأجهزة الهاتف أيضا والأجهزة اللوحية وكل أجهزة التي عليها أنظمة تشغيل عادة تتم عليها القرصنة سواء آيباد سواء تلفون ذكي سواء جهاز بمكان قرصنة الصور أيضا وهذه التفاصيل والأرقام حتى الأجهزة الخلوية إحنا وقعت مساعد القرصان يعني لما تجي عند برنامج أنت وتنزل البرنامج في بعض برنامج تطلب صلاحية على الأرقام فأنت اللي بتعطيم الصلاحية ممتاز أستاذ عادل الغامدي باحث في تقنية ومعنا في حلقة اليوم شكرا جزيلا لك ولهذه التفاصيل الدقيقة عن موضوع الهجمات الإلكترونية والقرصنة شكرا جزيلا لك شاهدنا الكرام بهذا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ملفنا الثاني تحدثنا فيه عن الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها إن كان الشركات أو حتى الأفراد أو حتى أجهزة حكومية ختاما أشكر رتيبا متابعتكم نلتقي غدا بإذن الله بنفس التوقيت كنوا دائما على الموعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة